نهاردة على سبيل المثال تلقى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس سلفاكير رئيس جمهورية جنوب السودان طيب الاتصال بالتأكيد كان حول الأوضاع في السودان والتباح وتحول مستجدات الأوضاع الأخيرة في سودان الحبيب فضوء زي ما كنت بقول لك روابط تاريخية وعلاقات أخوية متميزة ما بين الثلاث دول دور مصر ودور جنوب السودان في دعم الاستقرار وسلامة السودان الخرطوم العاصمة في السياق ده أكد الرئيسين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس سلفاكير خطورة الأوضاع الحالية والاشتباكات العسكرية الجارية وبيأكدوا كامل الدعم للشعب السوداني الشقيق في تطلعاته لتحقيق أمن واستقرار وسلام الرئيسين الحقيقة وجهوا نداء للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان وبينشدوا كل الأطراف كل الأطراف بالتهدئة وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني وهو الأهم كمان أعرب الرئيسين عن استعداد مصر واستعداد جنوب السودان للقيام بالوساطة ما بين الأطراف السودانية علشان يتم وقف تصاعد هذا العنف اللي مش هيؤدي إلا لمزيد من تظاهر الأوضاع وده قد يؤدي للخروج عن السيطرة بيأكد الرئيسين أن ترسيخ الأمن والاستقرار هو الركيزة الضامنة لاستكمال المصار الانتقالي السياسي وتحقيق بناء وتنمية في السودان السودان يا جماعة مكان جميل وبلد عظيم وشعب في منتهى منتهى العظمة والجمال والطيبة والخلق وخلي بالك السودان كمان بلد ممتلئ بالموارد وبلد عنده مقومات اقتصادية ما شاء الله مزهلة علشان كده مهم أن السودان يستقر لأجل شعبه